أعلن المتحدث باسم حملة دونالد ترامب الانتخابية تيم مورتو أعلن عزم الرئيس المشاركة في المناظرة المقبلة مع منافسه الديمقراطي جو بايدن في الخامس عشر من الشهر الحالي في ميامي وعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض ليكمل علاجه هناك بعد أن غادر المركز الطبي العسكري معلقا على تجربته مع الفيروس أنه شعور جيد ترامب في تغريدة له على حسابه في تويتر خاطب المصابين بالوباء بعدم الخشية من الفيروس وعدم تركه يسيطر على حياتهم فيما دعا الأمريكيين إلى التعايش مع الوباء بحذر